كما أعرف عن تقديرنا للسعادة السيد عبدالله شاهد رئيس الدورة السادسة والسبعين لما بذله من جهود ونثمن الجهود التي يبدلها سعادة السيد أنتوني قوتيرش الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تعزيز دور الأمم المتحدة وتحقيق أهدافها السيد الرئيس تحول عالمنا إلى قرية عالمية تتداخل فيها همومنا وتتشابك قضايانا ومع أن عالمنا تغير بوتيرة سريعة لناحية انتشار آثار أي حدث بيئي أو أزمة اقتصادية أو مواجهة عسكرية على المستوى العالمي إلا أن مقاربتنا وأساليبنا لم تتطور بالوتيرة ذاتها لتواكب هذه التغيرات الثورية وسواء كان الرأيي أن العالم أحادي القطب أو متعدد الأقطاب فأن السياسة الدولية ما زالت تدار بمنطقة دول المتفاوتة القدرات والمصالح والأولويات وليس بمنطق العالم الواحد والإنسانية الواحدة وأقصد تحديداً إدارة الأزمات العالمية من منظور مصالح ضيقة قصيرة المدى وتهميش القانون الدولي وإدارة الاختلاف بموجب توازنات القوة وليس على الأساس ميثاق الأمم المتحدة واحترام سيادة الدول كما أقصد عدم توفر آليات كافية للردع ومعاقبة المعتدين على سيادة الدول وعجز المجتمع الدولي عن فرض التسويات حين يرفضها الطرف القوي في أي نزاع في هذه الظروف تبرج أهمية الحكمة والعقلانية في سلوك الغادة والتمسك بمادة العدالة والإنصاف في العلاقات بين الدول السيد الرئيس ندرك تماما تعقيدات الصراع بين روسيا وأوكرانيا والبعد الدولي له ومع ذلك ندعو إلى وقف إطلاق النار ومباشرة السعي إلى حل سلمي للنزاع فهذا ما سوف ينتهي إليه الأمر على كل حال مهما استمرت الحرب ودوامها لن يغير هذه النتيجة بل سوف يزيد من عدد الضحايا كما يضاعف أثارها الوخيمة على أوروبا وروسيا والاقتصاد العالمي عموما وعلى صعيد آخر لا أعتقد أن مندبي الدول حاضرين يحتاجون إلى التذكير بأن القضية الفلسطينية ما زالت دون حل وأنه في ظل عدم تطبيق قرارات الشرعية الدولية ومع تغير المتواصل للواقع على الأرض أصبح الاحتلال استيطاني يتخذ سياسة فرض الأمر الواقع بما غد يغير قواعد الصراع وكذلك شكل التضامن العالمي مستقبلا ومن هنا أجدد التأكيد على تضامننا الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق في تطلعه للعدالة كما أكرر التأكيد على ضرورة تحمل مجلس الأمن لمسؤوليته بإلزام إسرائيل بإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفي منطقتنا أيضا عجز المجتمع الدولي عن محاسبة مجرمي الحرب في سوريا على ما ارتكبت أيديهم وإمعانا في الخذلان أصبح البعض يسعى لطي صفحة مأساة الشعب السوري دون مقابل ويتجاهل التضحيات الكبيرة التي قدمها هذا الشعب المنكوب دون حلا يحقق تطلعاته ووحدة سوريا والسلم والاستغرار فيها ولا يجوز أن تقبل الأمم المتحدة أن يتلخص المسار السياسي فيما يسمى اللجنة الدستورية تحت رعايتها تقدم القضية السورية درسا مهما بشأن عواقب غياب الرؤية البعيدة المدى لدى قوى المجتمع الدولي الفاعلة حين يتعلق الأمر بمعالجة معاناة الشعوب من الطغيان اللامحدود والفقر المتقع والحروب الأهلية أن تصبح ظواهر مرافقة لها مثل اللجوع هي المشكلة التي تحتاج إلى حل نحن نقدر عاليا دور الدول التي استقبلت اللاجئين السوريين ولكن لا يسعنا إلا أن نذكر أن علينا الالتفاف إلى جذور القضايا قبل أن تطرق أثارها أبواب بلادنا وفي ليبيا نطالب باتخاذ إجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة والجميع بات يدرك أنه لا يمكن استعادة الدولة دون توحيد القوى العسكرية وإعادة تأهيل الفصائل المسلحة في جيش وطني واحد ونبذ من يرفض هذا الحل ومحاسبته وفي اليمن نرى بصيص أمن في توافق الأطراف على هدنة مؤقتة ونتطلع إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار تمهيدا للتفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأم ذات الصلاة وخاصة القرار الـ 2-2-1-6 إننا نأمل أن نتحقق التوافق الوطني في كل من العراق ولبنان والسودان من خلال ارتقاء النخب السياسية إلى مستوى المهام المطلوبة والمعروفة اللازمة ليكون ممكنا تحقيق تطلعات المواطنين والتي تضمن وحدة الشعب والوطن وتحفظ تنوعه في الوقت ذاته ليس الأمر ممكنا فحسب بل هو واقعي للغاية لو توفرت الإرادة والاستعداد لتغذيب التنازلات للتوصل إلى تسويات والتخلي عن نهج المحاصصة الحزبية الطائفية التي ترفضها الأجيال الشابة السيد الرئيس نحن في قطر نؤمن بضرورة التوصل إلى اتفاق عادل حول البرنامج النووي الإيراني يأخذ بالاعتبار مخاوف الأطراف كافة ويضمن خلوب المنطقة من السلاح النووي وحق الشعب الإيراني في الاستفادة من الطاقة النووية للأغراض السلمية ليس لدى أحد بديلاً عن مثل هذا الاتفاق وسوف يكون التوصل إليه في صالح أمني واستقرار المنطقة وسيفتح الباب لحوار أوسع على مستوى الأمن الإقليمي أما في أفغانستان فإننا ندعو جميع الأطراف إلى الحفاظ على مكتسبات اتفاق الدوحة للسلام والبناء عليه ومنها ألا تكون أفغانستان ملاذاً للأفراد والجماعات الإرهابية والمتطرفة حتى يحظى الشعب الأفغاني بالاستغرار والازدهار الذي طال انتظاره لقد أكدنا مراراً على ضرورة حماية المدنيين في أفغانستان واحترام حقوق الإنسان والمواطن بما في ذلك حقوق المرأة وحق الفتيات في التعليم وتحقيق المصالحة الوطنية بين فئات الشعب الأفغاني كما حذرنا من خطورة عزل أفغانستان وما يمكن أن يترتب عليه محاصرتها من نتائج عكسية الحضور الكرام بسبب الافتقار إلى التنسيق العالمي والتخطيط الرشيد والمتوازن للسياسات المتعلقة بالطاقة على مدى عقود عديدة فإننا جميعاً نواجه اليوم أزمة طاقة غير مسبوقة إذ يعيش ما يغرب من مليار شخص في العالم دون مصدر أساسي موثوق به للطاقة ربما كانت أزمة الحرب في أوكرانيا جديدة ولكن الأوضاع التي تتحول فيها الأزمات السياسية إلى أزمة طاقة ليست جديدة فقد كانت تتفاقم بصمت حتى قبل الحرب في أوكرانيا لقد تسببت في نقص إمدادات الطاقة عقود من الضغط لوقف استثمارات الطاقة الحفورية قبل توفير البدائل المستدامة والصديقة للبيئة التي يجب أن نسعى إلى تطويرها ولا شك أن التغير المناخي وحماية البيئة عموماً يفرضان علينا تنويع مصادر الطاقة في أسرع وقت لكن علينا أن نوفر الطاقة في هذه الأثناء وأن ندرك بواقعية أن مستقبل الطاقة سيشمل مزيج متنوعاً من مصادرها المستدامة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين وطاقة الرياح والمصادر الهايدروكربونية وبفضل استثمار قطر في الغاز الطبيعي المسال منذ عقود الخلط تمكننا الآن من الشروع في توسعة حقل غاز الشمال والذي سيلعب دوراً محورياً في التخفيف من أزمة نقص مدادات الطاقة في أجزاء مهمة في العالم ثم تسلعاً مثل الطاقة والغذاء والدواه تحمل المصدريها مسؤولية تتجاوز المسؤولية التجارية وذلك بدءاً بالموثوقية واحترام العهود ومن ناحية أخرى لا يجوز حضر مرور مثل هذه السلع أو منع تصديرها أو استيرادها في مراحل الأزمات السياسية وفرض الحصار على الدول وبالدرجة ذاتها لا يجوز استخدامها أداة في النزاعات فهي ليست سلاحاً تماماً مثل ما لا يجوز التحكم بمصادر المياه كأنها أدوات سياسية السيد الرئيس قد ترسم ووقاع العالمنا اليوم صورة قاتمة عن مستقبل الإنسانية ولكننا نؤمن بالحوار والعمل المشترك ومحاولة تفهم كل طرف للطرف الآخر بأن يحاول أن يضع نفسه في مكانه ليرى الأمور من منظوره والدول الصغيرة والمتوسطة هي الأكثر حاجة لقواعد ثابتة تنظم العلاقات الدولية فلا يصح أن تكون الاتكالية على الدول العظمى سبباً في التقاعس عن تحقيق التواصل بيننا لكل مننا دور يقوم به وما يبدو اليوم مستحيلاً سيكون واقعاً إذا توفرت الرؤية والإرادة والنوايا الحسنة إن النهج الذي اتخذناه في قطر هو التركيز على التنمية الوطنية والتنمية الإنسانية داخلياً وعلى السياسة الخارجية القائمة على الموازنة بين المصالح والمبادع والوساطة في حل نزاعات بالطرق السلمية وإدراك مسؤوليتنا كمصدر للطاقة وهو ما مكننا من ترسيخ سمعتنا كشريك موثوق به دولياً وسوف ترحب قطر بالعالم في نوفمبر من هذا العام عندما نستضيف بطولة كأس العالم لقد تطلب التحدي الذي يقدمنا عليه منذ 12 عاماً تصميماً وعزماً حقيقيين والكثير من التخطيط والعمل الجاد وها نحن اليوم نقف على اعتاب استضافة منتخبات العالم وجماهيرها ونفتح أبوابنا لهم جميعاً دون تمييز ليستمتعوا بكرة القدم وأجواء البطولة المفعمة بالحماس وليشهدوا النهضة الاقتصادية والحضارية في بلادي في هذه البطولة التي تقام لأول مرة في دولة عربية ومسلمة ولأول مرة في الشرق الأوسط عموماً سيرى العالم أن أحدى الدول الصغيرة والمتوسطة قادرة على استضافة أحداث عالمية بنجاح استثنائي كما أنها قادرة على أن تقدم فضاء مريحاً للتنوع والتفاعل البناء بين الشعوب ونحن نلاحظ مؤشرات أثر الإيجابي لهذا الحدث في منطقتنا فقد قامت دول عربية شقيقة باعتبار بطاقة هيئة التي تشمل تأشيرة الدخول إلى قطر تأشيرة للدخول إلى تلك الدول أيضاً ما قوبل بترخيب الرأي العام وحفز الشعوب العربية على التطلع إلى مستقبل تزول فيه الحواجز بين الشعوب وسوف يفتح الشعب القطري ذراعيه لاستقبال محبي كرة القدم على اختلاف مشاربهم يقول تعالى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا ومهما تنوّعت قومياتنا وأدياننا وأفكارنا وواجبنا هو أن نتجاوز العوائق وأن نمد يد الصداقة ونبني جسور التفاهم ونحتفي بإنسانيتنا المشتركة ونيابةً عن شعبي وبالأصالة عن نفسي أدعوكم جميعًا للحضور إلى قطر والاستمتاع بهذه البطولة الفريدة فمرحباً بالجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته on behalf of the assembly